في تفسير إمامنا الحسن العسكري في هذا التفسير الشريف الذي يرفضه مراجعنا الأحياء الآن في النجة في قم أعلى الله مقاماتهم يرفضونه جملة وتفصيلا والكثير من مراجعنا السابقين أيضا يرفضون هذا التفسير الشريف المبارك رواية جميلة جدا عن الإمام السجاد تجري في هذا المجرى ماذا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجاد يقول إمامنا السجاد إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه السمت المظهر ما يبدو على وجه ما يبدو على لباسه ما يبدو على حركاته وسكناته وهذا السمت ما يقرأ في الوجه ما يقرأ من المظهر ما يقرأ من اللباس من الحركة وهذا الذي قال له سمت الإنسان إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه هديه إشارة إلى تصرفاته حين يجلس يجلس باحترام حين يسلم يسلم باحترام يتحرك باحترام تصرفاته وتصرفات محترمة هو هذا الذي يحسن سمته وهديه مؤدف في القاول يحترم الآخرين إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وأكثر أيضا وتماوت في منطقة تماوت هذه أنت لن تجدها بين الأطباء هذه الصفة بالذات لن تجد طبيبا يتماوت في منطقه في المستشفى وفي العيادة ولن تجد قصابا في سوق القصابين كذلك ولن تجد رجلا من رجال الأعمال يتماوت في منطقه ولن تجد رئيس دولة ولا طيار مدني ولا عسكري ولن تجد عامل بناء ولا مهندس ولا مسؤول دائرة ولن تجد ولن تجد فقط هذه الصفة تجدها في الحوزة العلمية تجدها في مجموعة الوكلاء في أئمة المساجد في المعتمرين للعماء في الجو الديني والقريبين منهم في هذا الجو تجد المتماوتين في المنطق هذا من التجربة التي عايشناها التي عايشتها أنا شخصيا تنقلت في البلدان التقيت بأصناف كثيرة من الناس ما وجدته متماوتا لا بين الأطباء لا بين المهندسين لا بين التجار لا بين رجال الأعمال لا بين الفلاحين لا بين العمال جميع الطبقات عايشناها هذه الصفة أنا شخصيا أتحدث عن تجربتي ربما أنتم عندكم تجاربكم أنتم أيضا تحدثوا عن تجاربكم أنا أتحدث عن تجربتي في الحياة لتجربة طويلة شغلي مع الناس عملي مع الناس هذا الوصف وتماوت في منطقه أنا ما وجدت له مصادق إلا في الحوزة العلمية إلا في وكلاء المراجع إلا في خطباء المنبر في الجو الديني المعممون والقريبون منهم يقلدونهم بالمناسبة القريبون منهم يقلدونهم إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه تماوت في منطقه يعني بلهجتنا العراقية ينوص من يحشي من قوم يحشي يقوم ينوص وهذا تماوت في منطقه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته قطعا هذا التخاضع ليس في البيت عند أهله لا في الشارع في المسجد يعني يتخاضع يعني يحاول قدر الإمكان أن يظهر التخشع التخضع حتى حينما يسلم على الآخرين لإظهار مبالغة في التواضع وهذا النوع من التواضع تواضع مقرف التواضع شيء يأتي على رسله بشكل طبيعي أنا أعتقد طلبة الحوزة العلمية الذين يسمعونني الآن ستحضر صور في أذانهم بإمكاني أن آتي بقائمة طويلة من هذا النوع من الأسماء من الناس الذين أعرفهم لكن المقام ليس لذكر مثل هذه الأمور إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فارويدا أصبر أصبر فارويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها هو لا يجد طريقا لترتيب أموره إلا من هذا الطريق فهو لا يزال يختل الناس يختل يعني يحتال مخاتل محتال يخدع فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكّن من حرام اقتحم مجرد أن يجد فرصة يهجم على الفرصة بكل ما يمكن فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام إذا رأيتم شخصا يعف من المال الحرام هذا نموذج سابق سمته حسن هديه حسن متماود في منطقه متخاضع في حركاته قد يكون البعض يعني على نية سليمة الرواية هنا لا تقصد الجميع قطعا لا بد أن نعرف بأن الرواية هنا لا تقصد الجميع ولكن الإمام قال بأن هذا الظاهر الحسن لا يخدعكم هذا الظاهر الحسن دققوا في الأمر فإن مثل هؤلاء الأشخاص هناك منهم من هو صادق وهناك منهم من هو كاذب وهذا الكاذب منهم يتخذ هذا الأسلوب وسيلة لتمشية أموره ما إن يحصل على فرصة فهو سيكون مبادرا ومهاجما نموذج آخر فإذا وجدتموه إذا وجدتم الرجل يعفو من المال الحرام أو عن المال الحرام لا يقترب من المال الحرام مجرد يسمع هذا حرام شبه يتجنب فرويدا لا يغر أنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام ينبو يترفع عن المال الحرام وإن كثر حتى لو كان المال كثيرا ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة يعني على امرأة شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعفو عن ذلك إذا وجدتمو الرجل يعف عن الشوهاء القبيحة وعن الجانب الجنسي فرويدا لا يغر أنكم حتى تنظروا حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله يعني أحمق الأحمق من هو الأحمق هو المبتلى بالجهل المركب وكثير هؤلاء الذي يجهل ويجهل أنه يجهل فإذا وجدتم عقله متين فرويدا لا يغر أنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه والنقطة الأهم وكيف محبته للرئاسات الباطلة وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها هل تصبح الرئاسة إلها عنده يضحي بكل شيء في سبيلها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يتزهد خصوصا هذا في الجو الديني أنت لن تجد رجلا ثريا يترك الدنيا للدنيا هو يعمل لأجل الدنيا لكن هذا في الجو الديني ونحن عاشرنا أناسا ورعينا أناسا يعيشون التزهد والتقشف إلى أبعد الحدود أمام الناس وهم أكثر الوقت أمام الناس إذا سنحت لهم الفرصة تتبدل الأمور فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة أنا شخصيا لتجربة من دون أسماء كان هناك شخصية علمية مرموقة في قم حينما حينما يتحرك داخل مدينة قم كان يركب سيارة أحد المرات أصعدني في سيارتي هذه ويبدو أن كل شخص يعرفه يصعده في هذه السيارة لأنني قد وجدت في السيارة أيضا شخصيتين معروفتين داخل السيارة وبعضهم أحياء الآن السيارة ثقوا يعني ما فيها أي دوشمة يعني الكشن الوراني المقعد الخلفي يعني كانت هناك قطعة خشبية الأرضية على الحديد وكانت أيام شتاء باردة السيارة ما فيها تدفئة والهواء البارد يأتي من الثقوب والحديد صدع والأبواب ما فيها دوشمة أيضا ما فيها أي تغطية والزجاجات غير محكمة الهواء يأتي من كل مكان يعني أكثر من خردة ربما حتى في يعني في السكراب لا يقبل واندها وكان يحمي البطانيات في الصندوق الخلفي يدور على بعض العوائل ويصعد أشخاص أصعدني ويتكلم مع السائق أنه نأخذ البطاني وريد أن يخبرني لأني لا أرى البطانيات بطانيات موجودة في الصندوق لكن والله وعق الزهر يمتلك سيارة في وقتها ما كانت سيارة مماثلة لها في مدينة قم لا أتحدث أكثر من ذلك سيعرف من هو هذا الشخص أكتبي بهذا كان يمتلك سيارة أنا ما شهدت سيارة في قم مماثلة لها أحد الطراز ومجهزة بتجهيزات ما موجودة في السيارات الأخرى موجودة في قم حينما يذهب إلى طهران يركب بهذه السيارة لكن في داخل قم يركب بهذه السيارة ويصعد فيها الناس أما تلك السيارة لا يصعد فيها أحد فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد فهو يخبط خبط عشواء فهو يخبط خبط عشواء العشواء هي الناقة التي لا ترى طريقها العشو يصيب النياق في الليل أيضا مثل ما يصيب الإنسان والناقة العشواء التي يصيبها العشو في الليل فإذا مشت تتخبط بكل مكان لأنها لا ترى الطريق فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته رئاسة دينية لعطم الرواية من أولها إلى آخرها هذه المواصفات في الجو الديني هذه الرواية لا تتحدث عن صدام لا تتحدث عن القذافي تتحدث عن الرئاسة والمرجعية والزعام الدينية فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينة ثم الإمام السجاد يتحدث عن الرجل الممدوح أنا ما رأيت رجلا كهذا حقيقة ما رأيت أما هذه النماذج السابقة أنا رأيتها بحسب تجربتي عدم الوجود لا يدل على عدم الوجد وربما هذا من سوء توفيقي أنني ما صادفت أناسا بهذه الأوصاف الحسنة الذين صادفتهم في حياة العملية مثل هذه الأوصاف السابقة ما رأيت غيرهم بالنسبة لي وهذا ربما من سوء توفيقي ما وفقت أن أصل إلى أولئك المقدسين الأجلاء الكبار ما وفقت ماذا أصل الذين رأيتهم رأيت الأوصاف الموجودة في الرواية لذلك هذا الوصف الأخير وهو الوصف الحسن أنا ما رأيته لكنني سأقرأ الرواية حتى يكمل معناها ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضاء الله تعالى يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبت من العز في الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعم في دار لا تبيد ولا تنفت وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا زوال فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا هذا هو المعصوم فقط وإلى ربكم فبه فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة من هو هذا الذي يتصف بهذه الأوصى إذا كان المعصوم صلوات الله عليه فنحن نتمسك به لكن من السياق يبدو أن هذا الوصف من الجهة النظرية يمكن أن يتحقق في الجو الشيعي لكن لا وجود له من هو هذا الذي به نتوسل ولا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة من هو هذا أنا شخصيا لا أعرف أحدا حتى حين قرأت تأريخ العلماء وبالتفصيل الممل ولي أطلاع واسع على حياة العلماء والمراجع والفقهاء الماضون والمعاصرون وبالتفصيل الممل لو أرد أن أقدم برنامجا عن تأريخ علمائنا وحياتهم سأحدثكم بالشيء الكثير لسعة الطلاع في هذا الباب الحقيقة هذه الأوصاف لم أجدها ربما تذكر ولكنها تذكر من دون سند بحسب قواعد علم الرجال الذي يعامل به علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم روايات أهل البيت فإنني لا أتعامل مع روايات أهل البيت بعلم الرجال لكنني أتعامل مع روايات العلماء بعلم الرجال فإنها لا تثبت فماذا نصنعه حينئذ فهذا المعنى المثالي لا وجود له يمكن أن نجد ومضات في حياة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ومضات صادقة لكن أن نجد أشخاصاً بهذه الصفة وبهذا الوصف أنه لا تخيب لهم طلبة لا ترد لهم دعوة حقيقة لا وجود عملي لمثل هذا الوصف